في مشوارها لتوطين قاعدتها العسكرية الممتد إلى العام عشرين ثلاثين قطعت السعودية شوطا كبيرا من خلال خطوات تهدف إلى تطوير المنظومة العسكرية الخطوات التي قامت بها السعودية يأتي منها إعلان تطويرها الطائرة حارس الأجوى التي تهدف إلى بناء قاعدة ابتكارية تقنية رائدة إقليميا ودوليا من خلال تطوير وصناعة وتوطين منظومات الطائرات بدون طيار وهي من تطوير الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالشراكة مع شركة السعودية لصناعات العسكرية نتعرف الآن على أبرز مواصفات هذه المسيرة السعودية وقدراتها معزم الأحلام لياقوب أهلا أحلام أهلا خالد يعني من الجدير بالذكر أن حارس الأجوى تم اختباره لمدة سبع سنوات حتى وصلت إلى هذه القدرة تفضلي حارس الأجوى طائرة بدون طيار تكتيكية واستطلاعية سعودية الصنع من رسم وتصميم وتنفيذ ستدخل الخدمة في العام 2023 الطائرة ستحلق في الأجواء بعد سبعة أعوام من التجارب والبحث العلمي حتى اكتملت جاهزيتها لتشارك بشكل فعال في القوات الجوية الملكية السعودية الطائرة يبلغ طول الجناحين فيها نحو ثمانية أمتار وباستطاعتها التحليق على ارتفاع يصل إلى ثمانية عشر ألف قدم لمدة عشر ساعات متواصلة الطائرة السعودية بدون طيار باستطاعتها حمل قنبلتين من القنابل الذكية وهي مزودة بكاميرات ذكية وأجهزة استشعار كهربصرية عالية الدقة كما أن الطائرة كما تشاهدون تحتوي على رادرات تصويرية ما يمكنها من التقاط الصور من على مسافة بعيدة وهي مرتبطة بمحطة تحكم أرضية بالطبع الطائرة حارسة الأجواء مزودة بنظام تحكم ذاتي بالكامل منذ لحظة الإقلاع وحتى عودتها للهبوط بعد إنجاز المهمات وهي قادرة على حمل أجهزة تشويش خارجية مشفرة بالكامل ومن الصعب الكشف عنها بالإضافة إلى تزويدها بمنظومة حرب إلكترونية الطائرة التي تشكل إنجازاً لافتاً تمت عملية إنتاجها كما قلنا بشكل كامل في السعودية لسيما تصنيع الهياكل والأنظمة الإلكترونية وكتابة برمجياتها إذن إنجاز جداً كبير يحسب القطاع العسكري خالد بالتأكيد أحلام شكراً جزيلاً لك